هي الحكومة السابعة والثلاثون في إسرائيل والسادسة برئاسة نتانياهو قرار لم يكن مفاجئا بعد توصية أربعة وستين من أعضاء الكنيسة المائة والعشرين بتكليف نتانياهو لكن المفارقة أنه يأتي في ظل استمرار محاكمة نتانياهو بعد المشاورات التي أجريتها وتأييد أربعة وستين عضوا بتكليف نتانياهو وفوز الليكود كأكبر حزب فالنتيجة واضحة قررت تكليف عضو الكنيسة بن يمين نتانياهو أنا أعي جيدا أن هناك قضية قضائية ضد نتانياهو لكن محكمة العدل العليا بدت في هذا الشأن نتانياهو الذي قال إنه يشعر بالإثارة بعد تكليفه كالمرة الأولى قبل ستة وعشرين عاما عقب على تكليفه ببث رسائل طمأنة موجهة للداخل الإسرائيلي ودى المجتمع الدولي المتخوف من حكومته التي قد تكون الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل كثيرون يرحبون بنتاج الانتخابات وهناك أيضا الذين يطلقون النبوآت البتشائمة ويخوفون الشارع من نهاية الديمقراطية أو نهاية الدولة هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه التصريحات قالوا هذا عن مناح بيغين وعني هذا لم يكن صحيحا حينها ولن يكون صحيحا اليوم وبعيدا عن رسائل التطمين يتعين على نتنياهو أولا تشكيل حكومته مهمة ظنها نتنياهو سهلة ليكتشف اليوم إنها ليست كذلك مع الخلافات بين شركائه بشأن الحقائب الوزارية ومطالب مالية قانونية مدستورية صعبة في الوقت الذي لا يملك فيه نتنياهو خيارات أخرى لتشكيل الحكومة بعد تكليفه رسميا من رئيس الدولة نتنياهو يواجه أزمات في تشكيل حكومته القادمة مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة وإزاء طلبات شركائه يبدو أن على نتنياهو في فترة حكمه القادمة أن يخطو في مصار دقيق يجمع بين إرضاء شركائه في الحكم وتطمين المجتمع الدولي نضلك نعني سكا نيوز عربية القدس